يقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى الصين ما بين الثالث عشر والسادس عشر جوان الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جيم بينغ وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان الجمعة إن الرئيس عباس يبحث خلال الزيارة تعزيز العلاقات التنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مساجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسيتخلل الزيارة وفق بيان الرئاسة استقبال رسمي واجتماع تنائي بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصيني اشتركوا في القناة